اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومتتبعي جريدة أمباس بريس التي تواكب عمل تدبيل شأن محلال المسوى الضار بيداء شكراً لك مصطفى وقعوا حتى الضعمة بين حزب الاستقلال والتجمع ذو الأحرار خلال الدورة الأخيرة لمجلس مدينة الضار بيداء ثم موقع المعارضة هذا التحالف الذي يصيره مدينة الضار بيداء يعني الأيام قليلة البعض يقول بأن الأيام قليلة وشتشترهم القراءة هذه لا وبالفعل هو القرار لتخذها على المسوى هذه الأحزاب ما يسمى بالجترواط لتشكيل تدبير الشأن محلي على المسوى مجي الضربة ذا المسوى المغرب الحكومة الحكومة والمجالس المنتخبة بتشكيل مكاتبها وتدبيرها من طرف ثلاثة أحزاب دون غيره اليوم هالتجربة بينات أن هذا القرار لم يكن قرار صعب بحيث كنتقل المثل كل ما يوجد في النهر لا يوجد في البحر في الطرف الآخر كن كفاءات كن أطور اللي يمكن لها تعطي واحد دفعة قوية لتدبير الشأن محلي النموذج هو مدينة الضربة اليوم تصدع داخل أغلبية دورة عن أخرى تيبان بالأسف السرع خفي من أسباب دياله كعرفوه إلا هما ولكن هاد السرع لا يخدم مصلحة البيضاويين والبيضاليات رئيس فارقة حزب السيقلال قال في الدورة بأن هاد الدورة كان فارقة حزب السيقلال غادي ينتحب منها يعني هاد البعض يعتبروا مؤشر على أن التصدع قريبا غادي غيبان أعتقد أنه يمكن أن يجيب على هذا السؤال بكل نزال فكري ومعنية الأمر ومعنية حزب السيقلال وشيوه كانوا يخدوا القرار ومعنية حزب السيقلال وغادي يمكن يبروا لاش لاش كانوا يخبر هذا القرار ولكن يمت يقولوا مصلحة البيضاويين والبيضاويات فمكينا أدوش هو مصلحة البيضاويين فهل تصدع واشأتل أصلا هل سبب الخلاف حول مصالح على البيضاويين ولا مصالح حزبية ضيق أعتقد أن وغلينتاوتن نأكد علي أنه هذا التصدع لهذا السراع الخافي لا يخدم مصلحة البيضاويين وبيضاويات أكيد اليوم ما نختلفوش عن مصلحة البيضاويين وبيضاويات ما نختلفوش على مصلحة البيضاويين وبيضاويات ندافع عنها ونداعم أي اقتراح إيجابي يخدم مصلحة البيضاويات من الخلاف والتطاحن لكن لا يعرفوا من الناس الذين تهمهم الأمر دورة المجلسة المشاكل الكبرى تعمل ضاربة المشاكل المشاريع المتوقفة المشاريع المتعددة يعني التأخير في إنجاز بعض المشاريع لا تدخل حاضرة بشكل قوي داخل دورة المجلسة حتى على مستوى النقاش يعني باستثناءات قليلة جدا على ما في رأيك أولا كان بوصر طرلوتبور ما زل ما عدناش طرلوتبور هو الوباك هو البرنامج العمل مع الأسف كان من فروند أنه يتعرض على المجلس في السنة الأولى دياله لحدود اليوم ما زل ما عقدنا سلسلة من لقاءات اللي كانوا جو أطروها ما يسمى مكاتب الدراسات مكاتب الدراسات كانت سألوا كيف يشتم اختيار ذيلهم ما هي المعايير لو شل أبغانا نديروا برنامج عمنات على الدراسات خستجوا مكاتب الدراسات ما عاكي ندوين ما عاكي ما شاكي دياله أنا نجيك 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 اليوم الأحزان اللي فازت في الانتخابات أو اللي تمكنت من الحصول على التقيقات المواطنين تقدمت ببرامج وعلى كل مستوى كل مقاطعة مقاطعة كان تمتيلية هذه الأحزاب بمعنى إن كل مقاطعة قدمت برنامج عمل ديالها ودرنا العصارة دياله ودرنا على مستوى نقدر البيضارة يمكننا خرجوا برنامج لقابل الإنجاز مع الأسف أن مكتب الدراسات وهذه نسجلوها بأنه أخر نعطي نموذج الحي الحسني الحي الحسني وأرفعوا القبة على أطول المقاطعة أنهم تمكنوا باش يقدموا واحد عمل مهم بتنسيق مع مصالح دياله عمالة الحي الحسني كان من الفرود ينخلوا هذا النموذج ويعملوا بجميع المقاطعات ونجي ونخرجوا منهم واحد للبرنامج عمل قابل للإنجاز وليتات تكلفة دياله تكون قابلة للمناقشة اليوم الاقتراحة الأولية اللي تعطات يمكن الميزانية الضربة ديال العشرين لا تقدرش عليها لا تقدرش عليها لا تقدرش عليها دراسة علمية حقيقية ميدانية خلال الصراع والتجادب داخل الأحزاب السياسية تعمل في المدينة دائما تبحث في الشقة الجمعيات ما يوقف في الجمعيات ما هو دفاع على الجمعيات أو أن الجمعيات تستغل في إطار السياسة ما يوقع بالضبط؟ ليس ما قال الحزاب تكونت تجادب وتكونت تقصدار وتتغوط على بعضية كوكرا نحن في حزب تقدموا الاشتراكية ما قدمنا لجمعيات وما دافعنا لجمعيات ولكن دافعنا في إطار اللجنة على المنطق تكونت تقصدار لي ما تش الموضع على الجمعيات؟ في اللجنة اللي خدثت مننا وقت كثير وأعتقد أن نعقدنا جوج اجتماعات ثلاثة قلنا نحدوش نايل معايير للاستفادة لجمعيات لا يعقل أن دار واحدة عنوان في خمسات جمعيات وجمعيات كثيرا التقافي والرياضي والاجتماعي بمعنى أنه لم يكون عمل جمعوي مؤسسة تجارية هذه السنة تقصام جمعيات التي لا تضمنها نشاط واحد في السنة كيف يمكن أن ندعمها؟ نحن نقوله في حسب تقدم الشركية لكننا ندعمه جمعيات يكون على بناء على واحد عرضه طلب نعطيك أشار تعطي كيف يمكن أن يكون اتفاق اتفاق ما بين المؤسسة لجمعات الضربدة أو بين الجمعية يكون واحد اتفاق تعاقل أنا أعطيك هذا المبلغ الماري وكيف تحقق لي وكيف تتبع اليوم كيف تتبع؟ نعطيه للجمعيات ندعمهم مديا بدون من تابعهم بدون مراقبة هذا من جهة أخرى ما نسأله اليوم وحنا نقوله وحنا على المستوى جماعة الضربدة ما عندناش قسم المعلوميات الانفورماتيك سهلة يكون عندنا اللوجيسيان ندخلوا فيها وقد يخرجنا جمعيات الأسماء المتكررة العنوية المتكررة هذا سهل لدي العمل كان جمعيات كان كانت متسيسة كان باعد سياسي بداخل الجمعيات خلال ملاقشة الدعم الجمعيات داخل دورات المجلس يقول لماذا دفاع الحماس عن هذه الجمعيات لا كان يدفع العمل الجمعوي النزيح العمل الجمعوي الحر العمل الجمعوي وكل كان يدفع جمعيات من أجل أهدف سياسية سياسوية يعني هذه الجمعيات داخلها استحقاقتها موجودة أو من أجل أو وكما كان يدفع ونحن يدفع ويقول أنه كان نضع معايير صنايف هذه حرف A A B من أجل من أجل من أجل أن هذه الجمعيات التي تم تداولهم وكان ضغط الوقت وكان عدد كثيرا يشاء أن تم حذف هذه الجمعيات وإضافة أخرى وهذا الأساس طالبنا وطمنا في هذه القضية طالبنا بعقد دور الاجتماع هذه الجمع لإعادة التداول في هذه الأمراض وهذا تعقد يوم 14 14 فبراية يعني قبل من الدورة الجلسة الثانية قبل من الدورة الجلسة الثانية وربما لأن لم يكن طرد على الجلسة لا في جدول الأعمال ولكن إذا تبين أن هناك خرق هناك تزوير هناك تزوير إذا كنت تبين أن هناك تزوير فهمت مع قضائيا الذي يتعاقب يعني خلال هذه الجلسة ستوضح الأمور ستوضح الأمور المشور الحياة الحسنية كان هناك مشكلة ملف بحالة المسلسلة المكسيكية يعني كلما قصر بحل الملف إلا وترجع وتنير اللون أشنو المستجد عن الملف خاصة البعض يقول بأن قريباً سيتم حل الملف الملف مسلسل سوق ضلص كان مجموعة الملفات العالية منذ سنوات وسنوات اليوم كانت تحاول مع المواطن ومع المهين في البرنامج الانتخابي أو بالبرنامج نحن قدمنا أننا سنعملوا على تشوية هذه المشكلة وهذا 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 بعدما رغم أننا لا نشارك كثير نحن في مجلس مقاطعة في المعارضة وفي جماعة ضربية في المعارضة ولكن كان أكدوا على مسألة أننا نمارس المعارضة البناء بعدما تم طيدي ذي المكاتب وبيجان إلى آخره مدينا اليوم يدينا قلنا اليوم نستعدين بش نعملوا مصلحة البلاد قلنا بحالة ميلفات اليوم تقول أن بعد ميلفات قطعنا فيهم أشوات كبيرة ولكن بدعم من السلطة المحلية السلطة المحلية كشريك أنهم خدمين مع الميلفات ومن بينهم سوق 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 درس سوق درس الذي عمره طويلة 20 سنة اليوم في خلال هذه السنة سوق تمكننا هذا اليوم تمكننا الجماعة الضربية اليوم باش تدير تلمات الشطر الأول تم ترقيم دير المحلات جهزة ديرهم وذي تم عمل احتساب للمساحة لكل دكان دكان وكل محل تجاري لتسلمهم في أقرب الأجل للمستفيدين منهم وهما سوق درعه لتمكين مقاولة مقاول من استكمال الأشغال يعني بناء المحلات أخرى ونتمنى صادقين أن يتم طي هذا الملف في عهد المجلس الحديد تقريبا احنا بدون حسابات سياسية تكلفة المالية تكلفة المالية لا نقول بدون حسابات سياسية ما تقول كون رعب كون خسر في تحل ما تقولوا أنه لا تنشاكوش تسير أحنا نديره ما يسمى على الصف الرويضة ونقولوا أنه حارو مارو هذا شيء ما يتحل ونقولوا ما يحنار نقول له نحنا تقولوا أنه ما تكلفة المالية تعد الحل المشكتين سوف تكلف المالية ومجلس جماعة ضربية ساهم بـ 3 مليون درهم هل سوف يكون على محلة التجارية في هذا السوق؟ ما يقول من 600 ما يقول الحراف؟ جميع الحراف و لا إحدى المستفيدة سوف يحسن فيها ليس لابر، هذه سنوات لا إحدى المستفيدة سوف يحسن فيها لم يكن مجاناً كانت تقرر في عهد مجلس الحسني مساهمة 35 ألف درهم وبعد استكمال أثناء عملية التسليم تحسب المساحة لكل محل التجاري وانا ذاك قد يتحدد تكلفة نهائية المبلغ النهائي ولا يكون لديه شيء يكمل وهذا ليس يرهب ملفات أخرى من الملقى غير السوق دار فتحتوا مجال الحوار ما بين تجار لأنه في حالة تجاري يخلوا بعض مرات يقولوا لا لا أخرجوا لا أخذوا معنا شيء معادي لأنهم يرغبوا في راسهم ونزلوا علينا لا يوجد حوار لا يوجد حوار لا يوجد حوار اليوم جنادي تتبع لانتخبها من الجماعة الضالبيضة ومشكورين أعضاء ديالها كي بدلوا واحد مجهول كبير بإتمام الأشغال هذه المهمة المهمة ديال الجنة تتبع تنحاصر في إتمام الأشغال ما الاستفادة ولا ما هي الاستفادة ما هي الاستفادة هذا اختصاص جهات أخرى لربما أنها ستتكون لجنة مستقبلية لتحسن في هذا الأمر هذا سيماندور شكرا جزيلا على قبول دعوة مرحبا شكرا على المسابعة وإلى اللقاء في حلقة جديدة اشتركوا في القناة